هذه المساحات الممتدة من شواطئ مدينة ميدي في محافظة حجة وتنتهي ببداية سلسلة جبال محافظة صعدة لم يكن ذهبها نفطاً كما قد يتبادر إلى الذهن بل مردود وفير لأماليات تهريب لعدة أشياء مربحة أورزها المخدرات والسلاح والبشر وأيضاً نقات إلى البلد القريب المملكة العربية السعودية الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة ومنذ وصوله إلى محافظة حجة أفشل عماليات تهريب عديدة كما يقول مسؤوله هنا كانت تقف خلفها ميليشيات الحوثي وبعض عناصر من أفراد قوات الصالح حيث صادر وأحرق كميات كبيرة من المواد المهربة رابطين في جبعة حرب لأصابة الميليشيات الحوثي وصالحة الذي يقوم بتهريب المخدرات والحشيش المعروف من هذه العمليات أنها ليست جديدة فخلال عهد نظام صالح وبعض المحسوبين عليه اتخذوا من مدينة حرب نقطة تجمع وانطلاق للمهربين عدى ذلك على المدينة الصغيرة بطفرة اقتصادية كبيرة قبل الحرب كما حولها إلى وكر لعصابات المتاجرة بالممنوعات وهو ما استدعى السلطات السعودية في حراسة الحدود إلى إقامة سياجا شائكا على طول حدودها بين ميدي وصعدة للحد من عملية التسلل والتهريف اليومية بينما اكتفى البعض من التابعين لنظام المخلوع صالح بإهمال الحدود اليمنية والعمل على تغذية الظاهرة لغرض التكسب المادي بعد سيطارة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مساحات واسعة من صحراء حرض وميدي انقطع شريان هام من أهم شرايين التهريب علي جعبور قناة بلقيس حرض اشتركوا في القناة